نعم بالبداية انتهى قبل قليل لقاء موسع ثلاثي ما بين الأردن ومصر والعراق بحضور وزراء خارجية هذه الدول التي تجتمع اليوم في لقاء تنسيقي تشاوري ما بين وضع آليات متعددة للانطلاق نحو تعاون مشترك في العديد من المجالات انتحدثنا عن الاقتصاد انتحدثنا عن ملف الأمن الغذائي ملف الطاقة ملف الكهرباء في هذه المنطقة وفي توزيع هذه الكهرباء هناك استعراض وهناك وضع خطة طريقة جديدة ربما تكون وأخيرة أو ما قبل الأخيرة قبل إيصال الغاز المصري إلى لبنان بشكل رسمي وبشكل كافي بشكل أفضل مروراً بيئة الأردن وعن طريق سوريا ربما هذا حديث كثير جداً من خلال هذا اللقاء الثلاثي الذي يجمع سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر بالإضافة إلى فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية بضيافة العاصمة الأردنية عمان ربما هناك أيضاً لقاء سيجمع وزراء الخارجية أيضاً بالعاهلة الأردنية الملك عبد الله بعد هذا اللقاء والمؤتمر الذي سيتحدث فيه الوزراء الثلاثة للأردن ومصر والعراق عن خطة اقتصادية ربما تتحدث عن واقع معقد أو يشوبه بعض التشوهات جراء العديد من التراكمات من الأحداث ربما انتحدثنا عن الظروف السياسية الحرب الأوكرانية الروسية بالإضافة إلى تبعات جائحة كورونا والتراكمات التي تركتها جائحة كورونا وربما أيضاً الحديث عن الملف الأمني في الوطن العربي بشكل عام والقضية الفلسطينية بالإضافة إلى الوضع الأمني في العراق وكيف يمكن تطبيق بعض النقاط التي تم الحديث عنها والتشاور فيها في القمة العربية التي الأخيرة في نسخة الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الجزائرية هذا كل ما لدينا إلى الآن ننتظر تصريحات الوزراء الثلاثة من الأردن ومصر بالإضافة إلى العراق بعد قليل بماذا سيأتي هؤلاء الوزراء بهذه التصريحات حول العديد من الملفات الشائكة في المنطقة وفي الإقليم بشكل عام وسنعود إليك بطبيعة الحال لمتابعة كل جديد أشكرك حتى الساعة من عمان مرسل الغد يوسف البستنجي ترجمة نانسي قنقر